استكشاف وتطوير حقور النفط والغاز وتعزيز مجال الخدمات البترولية وطرح الحلول الرقمية والتكنولوجية الحديثة في صناعة النفط والغاز يتطلب الاستثمار في العنصر البشرية من تدريب وتكوين مكتف بما يمكن من تتمين وتعزيز الاستغلال الأمتل لموارد المحروقات واستدامتها لا بد صناعتك يعني تدير استثمار كبير في البشر هذا الأساس ونظن الوزارة التاقة وخاصة المدير العام تاع السوناتراك الحالي وعيف هذا المجال هذا كان كلية تاع ياليابي كان عدنا السوناتراك عند علاقات مع الكلية العالمية باش يكون يعني تكوين مع كذلك الكلية بين الكلية المتبوعة بالسوناتراك والكلية الإجنبية نظن رانا يعني المسؤولين ووعيين الأساس المستقبلة على السوناتراك في البشر ماشي في السوناتراك في كل مجالات كل مجالات إلى ما ديناش استثمار في البشر مع دناش مستقبل في البلاد رفع الفعالية في مجال صناعة نفط والغاز تطلب استراتيجية واضحة وكد تحديد المفاهيم على غرار التفريقة بين الاحتياط والإنتاج واحد يفرق بين الانتاج والاحتياط ويفرق بين الصادرات والانتاج وخطر يعني الانتاج تعلقات كان عشرين خمسة في المياه ندخله في البير باش ما ننشفش وكاين الاستهلاك داخلي وكان صادرات هذا هو الإنتاج كله وحنا ننتجناه في العالفين واثنين وعشرين تقريبين مياه وعشرين مياه وخمسة وعشرين مليار متر مكعب ولكن نحي وخمسة وعشرين تعلقناها البير خمسة وخمسين خمسة وخمسين تعلق الصادرات وخمسة وربعينتها الاستهلاك الداخلي العمل على ترقية المحتوى المحلي يرزم القائمين على تطوير وترقية وتكوين المصادر البشرية إلى جانب تقديم أحدث الحلول التكنولوجية كل ذلك سيمكن جسائر من مواجهة التحديات والتغيرات في مشهد الطاقة العالمية